اكرامك لصديق أبيك من برك بأبيك وإذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها وتحسن إليها وإكرامك لها وإحسانك إليها من برك بأمك واستمع لهذه القصة العجيبة في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسير على حمار له في طريق مكة بين مكة والمدينة يتروح عليه يعني يركبه تارة وينزل منه تارة وكان رضي الله عنه قد لبس عمامه فبينما هو يسير في طريقه إذ رأى أعرابيا فلما رأى ابن عمر رضي الله عنهما هذا الأعرابي نزل من حماره نزل عن حماره وخلع عمامته فألبسها هذا الأعرابي وأركبه هذا الحمار فقال له بعض أصحابه يا أبا عبد الرحمن لما صنعت هذا أعطيته حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كان اكتقيك الشمس والحر فماذا قال قال إن أبا هذا العرابي إن أبا هذا كان صديقا لعمر وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه هذا الرجل الأعرابي ليس صديقا لعمر وإنما أبوه صديق لعمر ومع ذلك أكرمه رضي الله عنه إذن من حصل منه تقصير وتفويت لشيء من البر لأبويه في حال حياتهما فليستجرك ذلك بعد موتهما